مرحبا أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع اليوم بدنا نحكي عن شغلة مهمة جدا وهي كيف تتنقسم الحكومة في كندا هذا سؤال مش بس القادمين الجدد بخربطوا فيه حتى الناس اللي إلهم سنوات عايشين في كندا لما يروحوا يسألوا الممثل عنهم في البرلمان أو في المقاطعة أو في المدينة وبعطوه سؤال مش من اختصاصه طبعا هذا يثبت للبرلماني أنه هذا الشخص ما بعرف أو جيني خطأا فبحاوله للشخص الآخر الآن بشكل عام في كندا تنقسم الحكومة إلى ثلاث أقسام حكومة الفيدرالية الحكومة الإقليمية أو المقاطعة وآخر إشي حكومة المدينة قلنا نحكي عنهم واحدة واحدة حكومة الحكومة الفيدرالية برأسها شخص أو شخصية بتسموها الـ Governor General أو الحاكم العام هاي بتمثل الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا في كندا وبتم ترشيحها من قبل رئيس الوزراء الكندي بتجلس فترة معينة وبعدين بترشح غيرها وهلوم مجر هي موقعها تقريبا موقع فخري بتوقع على القوانين لكن فعليا اللي بحكم كندا هو رئيس الوزراء الكندي رئيس الوزراء الكندي بمثل مجموعة من حوالي الوزراء بيسموهم الكابنة هذول الوزراء هم اللي بيديروا شؤون الدولة وبيكون طبعا في هذا الليفل اللي هو الفيدرال في برلمان كندي من قسم لقسمين اللي هو قسم النواب اللي بنتخبوهم الشعب وقسم السيناتورهات اللي هم بيختارهم رئيس الوزراء بالنسبة للنواب اللي هو احنا بنحكي عنهم اليوم اللي هم ممثلين إلنا يعني احنا انتخبناهم عشان يكونوا موجودين هناك فواجبهم وهذا عملهم انه ساعدوك في الأشياء اللي هم ضمن نطاق حدود عملهم عشان هيك نحكي عن هاي الشاشة أول شغلة اللي طاط حدود الحكومة الفيدرالية اللي هو الناشنل ديفنس أو الدفاع بشكل عام وزارة الدفاع الشغلة الثانية القوانين الجنائية والقوانين العامة في كندا هم اللي بسنوا القوانين على هذا اللغم الشغلة الثالثة اللي هي تأمين الامبلويمنت أو العمالة مهم جدا ان الحكومة الفيدرالية تهتم بهذا الشيء بحيث انها تعطي عمالي لكل الدولة الرابع شغلة اللي هي خدمات البريد البوست البوست كندا بسموها رابع أو خامس شغلة اللي هي التعداد أو السنسس أو الستاتيستيكس اللي هم بعتمدوا عليها في كتير من أمور اللي بتاخد الدولة قرارات فيها الإحصائيات بشكل عام بعدين حقوق التأليف والنشر وحقوق الملكية هاي برضو ممكن تكون فيدرالية تنظيم التجارة العالمية خاصة بعمل اتفاقيات مع دول أخرى مع كيانات اقتصادية أخرى العلاقات الخارجية زي ما حكينا الانترناشنال افيرز مثلا علاقة كندا مع أمريكا علاقة كندا مع اتحاد أوروبي الفياز ومالفياز كيف بيصير الموضوع هذا كل هذه الشغلات النقود سك النقود النقود أو المباءة الأوراق المالية هي جزء من عمل الحكومة الفيدرالية والبنوك أيضا تاب على الحكومة الفيدرالية فتعتبر واحد الجنسية والمواطنة أو الهجرة هذا عمل فيدرالي إلا في بعض المقاطعات لها خصوصيات حنحكي عنها زي مقاطعة كيبيك عندها وزارة هجرة خاصة فيها التنظيم التنظيم بين المقاطعات اللي هو هاي مهمة جدا بتقوم فيها الحكومة الفيدرالية الشغلة الثالثة الضرائب بشكل عام الضرائب تأخذها الحكومة الفيدرالية وبتوزعها بشكل أو بآخر وطبعا الشرطة الملكية أو اللي هي الـ RCMP تاب على الحكومة الفيدرالية الحكومة الفيدرالية كمان إلها بخطوط الحديد الريال وي خط النقل الحديدي الاتصالات بشكل عام والبايبلاين مهمة جدا البايبلاين اللي بتنقل النفط من مقاطعة لأخرى وآخر شيء شؤون الـ indigenous people أو الناس السكان الأصليين هاي الأشياء اللي تابعة للحكومة الفيدرالية فإذا عندك أي مشكلة بتروح للنائب تبعك في المقاطعة اللي هو بسموه MP Member of Parliament بتسأله عن شغلة بهذا بمو اللذل الثاني اللي هو المقاطعة أو الأقاليم المقاطعة في حقوقنا عشر مقاطعات في كندا وثلاث أقاليم كلها إلها عواصل وبرأسها شخص زي الـ Governor General بس بسموه Lieutenant General في المقاطعات وكميشنر أو حاكم في التيروتيريز الشمالية هاي طبعا برضو اللي بيختارهم الـ Premium أو رئيس الوزراء المقاطعة مش رئيس وزراء الكندا رئيس وزراء المقاطعة طبعا الحكومات الإقليمية هاي إلها أشياء مهمة منها الملكية الفكرية وحقوق الملكية الفكرية في المقاطعة إقامة العدل في عندهم حكومة أو Juristic Systems الموارد الطبيعية والبيئية في المقاطعة الموارد الطبيعية والبيئية في المقاطعة التعليم بشكل عام فالـ Education هذه نقطة مهمة إنها مسؤولية المقاطعة وليس الحكومة الفيدرالية الصحة الصحة مسؤولية المقاطعة بشكل عام والمستشفيات والكلينيكس فكل مقاطعة لها قوانينها لكن بأخذوا الدعم من الحكومة الفيدرالية السجون بشكل عام هي مسؤولية المقاطعة القانون المدني وإصدار سقوك الزواج والشهادات الميلاد كلها من المقاطعة تختلف قوانينها من المقاطعة لأخرى المرور برضو من المقاطعة ويختلف برضو قوانينها من المقاطعة لأخرى المساعدات اللي بتعطيها الحكومة اللي ذوي الدخل المحدود اللي هو بنسميها social welfare جزء من الضرائب زي ما حكينا زي مقاطعة كيبيك بروح للمقاطعة وبتتعام لها مقاطعة خاصة الطريق السريع داخل المقاطعة وفي مقاطعتين لهم البوليس الخاص فيهم لهم مقاطعة أنتايا ومقاطعة كيبيك هذا بشكل عام فإذا عندك أي مشكلة بتروح على النائب في برلمان المقاطعة اللي هو ممكن تحكي له عن مشكلة تعليم صحة وربا أخر شيء واللي هو أكثر إشيء إحنا بنهمنا أو بـ تاتش أس يعني بكون إلو إلو أثر علينا اللي هم حكومة البلدية أو المدينة حكومة البلدية أو المدينة برأسها شخص نسميه عمدة المدينة أو المسؤول عن المدينة ومعها عدة أشخاص بسموهم كونسلرز أو هم هدول المستشارين في مجلس البلدي هدول أهم ما يقوموا به أو المشاكل اللي بيحلونا إياها اللي هي المياه توفير المياه المظيفة فهي مسؤولية المدينة توفير المسالك المجاري المياه اللي هي السوج وطبعا بأخذوا عليها فلوس جمع النفايات وإعادة التأهيل النقل العام داخل المدينة اللي هو public transit تخطيط استخدام الأراضي بيحددوا هاي الأراضي هي سكنية غير سكنية أو تجارية وريفر بسموها تخطيط الأراضي المكتبات بشكل عام الاكتيبيتيز تبعة المدينة اللي بتقوم فيها المدينة مثل السباحة والتنس والأمور هاي الحدائق العامة اللي هي بتكون داخل المدينة خدمات الطوارئ زي الإسعاف والإطفاء أحيانا بعض المدن في عندها شرطة خاصة مش كل المدن بعض المدن الكبيرة عندها شرطة خاصة غير هيك لا أما الإطفاء والإسعاف من مسؤوليات هاي المدن تنظيف الشوارع والأرصفة خاصة لما يكون عندها تلج هاي مسؤولية المدينة وهي بتوخد فعلا مبالغ كبيرة من ميزانية المدينة عشان ينظفوها وآخر شي طبعا النمو الاقتصادي داخل المدينة بحاجة إنهم يحاولوا يجذبوا إليهم بزنس بيبول أو ناس يعملوا مشاريع داخل المدينة عشان شغلوا الناس فهذا مهم إن كل مدينة تقوم بهذا الشيء زي قبل فترة كانت لدينا منافسة على إنهم يجلبوا سنتر للأمازون في بعض المدن الكندية والأسف ما حصل فبشكل عام هاي هي أهم النقاط اللي لازم ننتبه عليها فإذا عندنا أي مشكلة في هذول المشاكل نعرف نتجه للشخص المحدد ونعرف شو المسؤوليات اللي تقع على عاتق كل نائب من هذول النواب عنا في مجلسه أو في البرلمان اللي بيشتغل فيه عبيد بس أعطيكم ملخص عن ذلك وهذا شيء مهم يعطيكم العافية ونراكم في حلقات أخرى سبسكرايب وشير إذا عجبكم هذا الفيديو ونراكم إن شاء الله في فيديوهات مفيدة قادمة السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد